اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والبداية هتكون مباراة القمة بين الاهل والزملك فعنشوف الاستعداد بالذات خلال الفترة الجاية هيكون ازاي بالنسبة للاندال في الدور العام وايضا كمال منتخب في المرحلة القادمة لذلك النهاردة هيكون معنا بعد فقرة الانترو وفقرة الاخبار اتنين من ديوفنا الكبار الفقرة الاولى مع الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير اخبار الرياضة الاستاذ محمد صادق عن ناقش معه يعني توقف الدور خلال الفترة القادمة البداية الموفقة لنادي الاهلي في اول سلاسة لقاءات في الدور العام تسع نقاط العلامة الكاملة في اول سلاسة مباريات واداء ومستوى يعني متميز جدا حاصلت اهداف كمان حاصلت اهداف متميزة جدا للنادي الاهلي حوالي عشرة اهداف في اول سلاسة اسابيع الفوز على اسموحة بهدف مقابل لشيء الفوز على انتاج الحربي باربعة اهداف مقابل لشيء ثم الفوز على اسوان بخمسة اهداف مقابل هدف وحيد فبداية موفقة انطلاقة قوية بالنسبة لنادي الاهلي ثم الفقرة الحوارية الثانية والاخيرة هيكون ضيفنا فيها الكابتن حسين ناشكري نجمى النادي الاهلي السابق وفرصة طيبة النهاردة يكون معنا عشان نتكلم معاه عن رؤيته للدور العام في الفترة الحالية رؤيته ايضا للمنتخب الوطني والاستعداد في الفترة القادمة تحت قيادة الجهاز فني جديد بقيادة حسام البدري بالنسبة للمرحلة القادمة لكن في البداية بداية هذه الحلقة مهمة جدا نحن نتكلم في التوقيت الحالي عن ذكرى ذكرى انتصار اكتوبر طبعا مر على هذا الانتصار وهذه الذكرى ستة واربعين سنة لكن مع كل سنة ومع كل عام وكأنها كانت بالأمس ذكرى انتصار اكتوبر بالنسبة لنا كجيل حتى كجيل شاب يمكن ما حضرش انتصارات اكتوبر سنة تلاتة وسبعين لكن يوم مع يوم الاجيال كلها بتتذكر هذا الانتصار بشكل ممتاز لان هذا اليوم ما ينفعش انه يعد علينا الا لما نحتفل به ونحتفي ايضا بعض طنة اللي كانوا موجودين في هذه الذكرى الطيبة هي ذكرى العزة واسترداد الارض والقرامة مصر استطاعت في هذه الفترة والحكبة الزمنية ان تضع كلمتها الاولى امام العالم كله لجاية تسترد ارضها طبعا مصر في هذه الحكبة الزمنية مرت بظروفها صعبة جدا لكن العزيمة والاسرار لدى المواطن المصري الجنز المصري كانت كفيلة ان مصر تقدر تتخطى صعاب صعبة جدا ومواقف ودول كانت تحارب مصر بشكل صعب جدا في هذه الفترة الزمنية مصر ضربت المثل عام تلاتة وسبعين بمسميات ومعاني مهمة جدا في فكرة استرداد الارض واسترداد العزة والقرامة بالنسبة للمواطن المصري لك ان تفتخر في اي فترة زمنية وفي اي مكان في العالم بقواتك المسلحة ببلدك بقيمة وطنك بقيمة طراب بلدك بقيمة مصر نعم القوات المسلحة دايما يعني خيار من اتنين وانت موجود كجندي بتخدم داخل القوات المسلحة وبتخدم بشرف وبوطنية وبحب كبير جدا الخيار من اتنين يا اما النصر بشرف يا اما الاستشهاد ببطولة معاني وكلمات ليها مدلول كبير جدا لن تجدها الا داخل الكوات المسلحة وداخل عقيدة الجنز المصري من اجل حبا في طراب هذه البلد كل سنة وانتو طيبين كل سنة والشعب المصر بخير كل سنة ومصر حرة ابي كل سنة وكل يوم وكل ساعة وكل لحظة واحنا مرفوعين الراس كل سنة واحنا في المقدمة واحنا دايما واخدين حقنا من كل معتدي يحاول يقرب من امن وسلامة مصر عيد العزة عيد القرامة عيد النصر السادس من اكتوبر عام الف تسعمية تلاتة وسبعين هنفضل كل سنة نحتفي ونحتفل بهذا اليوم عشان كل جيل يسلم الجيل اللي بعده الزكرة دي والامانة دي عشان تفضل مصر دايما راسها مرفوعة كل الشباب يعرفوا ان اجدادهم كانوا ابطال قادرين على تخط الصعاب وقهر المستحيل كل سنة وانتو طيبين كل سنة وانتو احرار ذكرة متميزة وذكرة جميلة بالنسبة لنا حتى اللي ما حضرش سنة تلاتة وسبعين هذا الانتصار بيفتخر مع كل سنة انه يردد مثل هذه الكلمات لان شرف لاي مواطن مصري انه يكون جندي من جنود القوات المسلحة نادي الآل